موسيقى بالحبر الجديد من الميادين في الصحف والمواقع الاستخبارات الأمريكية تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس نقرأ في نيويورك تايمز الأمريكية ومن صحيفة الاستقلال الفلسطينية مقال لنزيه خطاطبة بعنوان الأقصى لا يمكن أن يكون موضع مساومة ومن صحيفة الأخبار نقرأ لعلاء حلبي إردغان يطلق مدن أطوب لنتخلص من هم اللاجئين السوريين في الحدث هذا اليوم اختراقات موضعية متكررة للهدنة الأممية الإنسانية في اليمن هل ستكمل الهدنة مسارها حتى النهاية أم إنها تترنح في جديد اليوم البريطانيون يتوجهون إلى صندق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية تمثل اختبارا لحكومة بارس جونسون في الميادين نت سلسلة لعبدالخالق فاروق من جزئين محددات موقف الهند وقيوده تجاه الأزمات الأوكرانية وضيف اليوم عبدالرحمن مراد أهلا ومرحما بكم الاستخبارات الأمريكية تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس هذا ما تنقله نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر أمريكية رفضت الكشف عن أسمائها في التفاصيل ذكر مسؤولون أمريكيون كبار أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن وحدات روسية ما سمح لأوكرانيا باستهداف وقتل كثير من الجنرالات الروس الذين لقوا حتفهم في خلال الحرب الأوكرانية وفق الصحيفة تأتي هذه المساعدة على تحديد الأهداف في إطار جهود سرية تبذلها إدارة بايدن لتوفير معلومات استخباراتية فورية عن ساحة المعركة لأوكرانيا وتشمل هذه المعلومات تحركات متوقعة للقوات الروسية وهي مستقات من التقييمات الأمريكية الأخيرة لخطة موسكو السرية للقتال في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الذين تحدثت إليهم رفضوا تحديد عدد الجنرالات الذين قتلوا نتيجة المساعدة الأمريكية وقد ركزت واشنطن على تقديم المواقع وتفاصيل أخرى حول المقر الرئيسي للجيش الروسي الذي يتبدل بشكل متكرر جمع المسؤولون الأوكرانيون هذه المعلومات الجغرافية مع ما حصلوه عفوا من استخباراتهم الخاصة ومنها الاتصالات التي تم اعتراضها والتي تنبه الجيش الأوكراني إلى وجود كبار الضباط الروس وقاموا بهجمات مدفعية وغيرها مما أدى إلى مقتر ضباط روس وجد الترحيب بك ضيفنا من صرعاء الأستاذ عبد الرحمن مراد وأنت كاتب ومحلل سياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن مراد انتلاقا مجاء في هذه الصحيفة الأمريكية إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المعطيات بمثابة اعتراف أمريكي بأن أمريكا فعليا هي من تقود هذه المعركة مع الروس بشكل مباشر وأي تدعيات لهذا الأمر؟ أولاً أهلاً وسهلاً بكم وسعيد بتواجدي معكم في هذه الإطلالة البهية حقيقة أن أمريكا الآن أصبحت منذ بدء انطلاقة الحرب الروسية الأوكرانية هي في الواجهة لأن الحلف الناتو اعتبر على أن هذه المعركة تخصه وتستهدفه بشكل أو بآخر ولذلك أمريكا الآن والدول أو مجموعة السابع بشكل كامل هي داخلة في المعركة بشكل مباشر أو غير مباشر هناك مساعدات تدفع إلى أوكرانيا وهناك أيضاً حقوبات اقتصادية حاولت على أن تقلل من تأثيرات الحرب لكن المسار الحرب مع امتداده لطوال أكثر من 70 يوماً إلى اليوم دال على أن ليست أوكرانيا وحدها هي في واجهة المعركة مع روسيا ولكن هناك الدول أو مجموعة السابع هي في الواجهة وتقلد هذه المجموعة أمريكا بالضرورة وهناك مساعدات لوجستية وهناك مساعدات استخبارية وأيضاً هناك مساعدات مالية وإمدادات بالأسلحة بالحديث عن المساعدات أستاذ عبد الرحمن بالسلاحة الأكثر فتكة بالحديث عن المساعدات والإمدادات بالأسلحة أثار غالغان في الدواعي الأمريكي أكسيوس الموقع الأمريكي أكسيوس كشف عن معطيات تفيد بأن واشنطن طلبت من إسرائيل إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية أسألك عن تداعيات مثل هذه الخطوة الإسرائيلية علماً بأن تل أبيب وموسكو خلال السنوات الماضية كانت تجمعهما علاقة إلى حد ما كانت مميزة أعتقد على أنه منذ التفاعل أو ردود الأفعال التي قرأناها في مطلع الحرب إسرائيل كانت حذرة في التعامل مع مثل هذه المجريات كانت تريد أن تحفظ شعرة مع أمريكا وفي نفس السياق كانت تريد أن تحافظ على علاقتها مع روسيا هناك مصالح الآن تجمع روسيا مع إسرائيل و إسرائيل حذرة في تعاملها مع هذا الملف بشكل كبير حتى في موقفها من الحرب أو من الذي حدث الآن في أوكرانيا أعتقد على أن إسرائيل ارتباطها تدرك الآن على أن أمريكا في بداية الانهيار وعلى أن القادم الروسي أو الدب الروسي الآن سوف يفرض أجندات يديدة في مستوى التموضعات الجديدة للعلاقات الدولية وفي النظام العالمي الجديد هناك الآن إعادة سياق بالضرورة يعني الحرب التي حدثت الآن في أوكرانيا هي بالضرورة ستعيد ترتيب النسق العام للنظام الدولي الجديد نعم نبقى أيضا في هذا السياق لو تكرمت الحرب في أوكرانيا تستدعي إعادة ضبط سياسة بايدن الخارجية مقال في فورين أفيرز الأمريكية أيضا لماثيو داس يقول فيه لا يمكن لأمريكا أن تدعمت ديمقراطية عندما يناسبها ذلك فقط لا شك في أن حرب روسيا المروعة في أوكرانيا ولدت شعورا بالتضامن والتوافق بين الكثير من صناع السياسة الخارجية الأمريكية الذين عانوا من أو في الاستجابة للانحدار النسبي والمضطرد للسلطة في الولايات المتحدة كما أدى لعدوان الروسي إلى إنقاذ التحالف المحتضر عبر الأطلسي وفق الكاتب يكمن الخطر في أن صناع القرار السياسي بدلا من تطوير نموذج جديد يتناسب مع هذه الحقبة من الزمن سوف يحاولون ببساطة اعتماد نموذج قديم من أيام الحرب الباردة وكما حدث في الأيام التي تلت الحادي عشر من ألو السبتمبر يمكن أن يستغل الشعور المؤقت بتضامن تعزيز مجموعة من السياسات الهدامة على نحو مأساوي يجب على واشنطن بحسب فورين أفيرز دائما يجب عليها تعزيز العقوبات التي تستهدف مسؤولي النظام الذين يتمتعون بصلاحية اتخاذ القرار ومراجعة العقوبات الواسعة النطاق التي تؤثر على السكان العاديين العاملين في روسيا وتزعزع أركان الاقتصاد إذا كان كل ما يسعى إليه بايدن في أوكرانيا هو إعادة تمكين الهيمنة الأمريكية سوف يشكل ذلك أكبر مثال على فشل الولايات المتحدة الذرية دائما أعود إليكم أستاذ عبد الرحمن وانطلاق من مجاة في فورين أفيرز هل أمريكا فعلا قادرة اليوم على استغلال هذا المومنتوم إذا صح التعبير فيما يخص الأحداث في أوكرانيا لحشد المؤيدين من حولها كما حصل عقب 11 من أيلول أم أن الظروف مختلفة تماما أعتقد على أن الظروف أصبحت الآن مختلفة تماما لأن في بداية العقد كان هناك ضبابية في الرؤية أمريكا وفي سياساتها لكن الخبرة التراكمية التي تركها الزمن أحدثت لدى الناس قراءات محددة ورؤية واضحة لابتجاه النظام العالم الذي تقوده أمريكا ولذلك أصبحت أمريكا الآن مكشوفة في كل تفاعلاتها وفي كل أبيديات وجودها أو صناعتها لللاحظات وللمواقف لا أعتقد على أن الوضع سيكون كما كان عليه سابقا ولن تستطيع أمريكا على أن تحشد كل هذا الذي وقد اتضح كل هذا الإجماع في اتجاه أكرانيا أو اتجاه ماس ويتضح ذلك خلال إصدار القرار الأممي بإدارة روسيا في إدارة الحرب على أكرانيا لم تستطيع أمريكا أن تحشد النسبة التي كانت مطلوبة أو التي كانت تستطيع أن تحشدها في حروبها التي أحدثتها في بداية القرن خاصة عندما اعتدت على العراق وعندما حاولت تدخل في كثير من البلدان العالمية نذهب سويا إلى الملف الفلسطيني اليوم الأصباح الوضع مختلف نذهب سويا إلى الملف الفلسطيني ونقرأ من صحيفة الاستقلال لنزيخ خطاطبا الأقصى لا يمكن أن يكون موضع مساومة يقول الكاتب قادة الاحتلال ورموز اليمين الصهيوني المتطرف والمستوطنون الذين يعمدون إلى إشعال الناد يدركون أهمية الأقصى جيدا لذلك غالبا ما يحاولون إشعال الأوضاع في القدس من خلال استباحة ساحة الأقصى باقتحاماتهم المتكررة لتحويلها إلى روتينية تمهيدا لتنفيذ مشروعهم للتقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا وإقامتها إكلهم المزعوم في ساحاته أو مكان الأقصى من الواضح أن الشعب الفلسطيني بصموده في الأقصى والتهديد المباشر والجدي من قبل المقاومة في غزة قد أفشل ما خطط له الاحتلال وعبر الضغوط التي مرست من قبل الأنظمة العربية عبر اللقاءات المتعددة التي عقدت عشية شهر رمضان في تهديئته ومنعه من المقاومة وحماية الأقصى وأعاد القدس إلى مربع الصراع وجعلها خطا أحمر يمنع المساس بها مجددا أستاذ عبد الرحمن يتم اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين العزل في داخل بحات الأقصى وهذا ما حصل في ساعات الصباح من هذا اليوم أسألك إلى أين تتجه الأمور علما بأن فصائل المقاومة حذرت وقالت إنها في أو على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى الحقيقة إسرائيل في هذه المرحلة بالذات وخاصة مع حركة التطبيع التي تسارع إليها أو سارعت إليها بعض الأنظمة العربية تحاول على أن تجعل من هذه الاكتحامات أو من هذه الافتعالات التي تقوم بها خاصة لاستفزاز مشاعر المسلمين في الأقصى وفي فلسطين بشكل عام هي تحاول على أن تجعل من الأمر عمرا اعتياديا حتى يتتهيأ الوجدان العربي العام لكن هناك حركة مقاومة كبيرة بمثل هذه الإجراءات ومثل هذه السياسات التي تفرض نفسها في واقع الأمر وقد اتضح الآن على أن هناك قوة كبيرة هناك حالة جديدة فرضتها أجندات أو محور المقاومة بشكل خاص فرض واقعا جديدا إسرائيل لا تستطيع أن تتجاوزه ولا تستطيع على أن تخترق قداره نحن اليوم أمام معادلة جديدة ربما قالت معركة سيف القدس في العام الماضي شيئا جديدا لإسرائيل وربما إسرائيل تحاول على أمن تجعل من أو تقلل من أهمية هذه المعركة في الوجدان الإسرائيلي بشكل خاص لكنها لن تستطيع ذلك طالب وهناك رفض ومقاومة شديدة يبديها محور المقاومة وتبديها كل الفصائل الفلسطينية لمثل هذه الانتهاكات وربما أيضا هناك يقضى في مشاعر المسلمين في عموم الشعب العربي لم تكن تتوقعه إسرائيل كانت تتوقع على أن يكون حركة التطبيع تمهيدا لمثل هذه الأفعال لكنها جاءت نتائج بعكس ما كانت تتوقع القيادي في المقاومة يحيى السنوار قال السبت أستاذ عبد الرحمن قالها أو مفاد قوله هو إما أنتم معنا أم أنتم ضدنا محور المقاومة بات واضحا ودعا كل من يرغب بالدفاع عن الأقصى باتخاذ خياره وأعلان انضمامه أكان ذلك أعلنا أو سرا إلى محور المقاومة اليوم هذه اللحمة في صفوف المقاومة وهذا المحور الممتد على الجغرافية العربية إلى أي مدى يقلق إسرائيل علما بأن ربما أكثر ما تخافه اليوم تل أبيب هو حرب شاملة الحقيقة محور المقاومة في تنامي متصاعد وهذا التنامي متصاعد بالضرورة يقلق إسرائيل ويقلق أيضا أمنها هي تتوجس من هذا الحالة توجسا كبيرا وتتخوف منه بالضرورة هذا المحور الآن فرض وجوده بقوة تصاعدية أيضا محور المقاومة يبدو في حالة تنازل وفي حالة ضعف أمام هذا التصاعد ولذلك إسرائيل تقلق كثيرا من هذا التصاعد إضافة إلى أن الخطاب السياسي بات قويا اليوم قد نسمع السيد حصل نصر الله بصوت قوي وفاعل وقد نسمع أيضا السيد علي خاميني أيضا بصوت قوي وفاعل يردع مثل هذه الأشياء وقد نسمع من اليمن السيد عبد الملك على تفاعل كبير وبصوت قوي وفاعل هذه الأصوات القوية والمواقف القوية التي تظهر الآن سواء في الموقف السياسي المعلن أو سواء في المجريات الأحداث وفي التحكم بمقالد الأمور على الأرض أعتقد على أن الأمر أصبح واضحا ومقنقا لإسرائيل بالضرورة إلى ملف آخر إردغان يطلق مدن الطوب لنتخلص من هم اللاجئين السوريين تقرير لعلاء حلبي في جريدة الأخبار اللبنانية يقول حلبي في ظل اشتغاله على الفوز بولاية رئاسية جديدة رفع الرئيس التركي رجل طيب إردغان ورقت اللاجئين السوريين حيث ينوي إعادة مليون ونصف مليون منهم لتوطينهم في مدن الطوب المزمع إنشاؤها لتمتد على ثلاث عشرة مدينة وبلدة على طول الحدود السورية التركية بشراكة مع هيئة تحرير الشام وفي انتظار اكتمال مشروعه هذا والذي يعني قدم المزيد من الأراضي السورية سينتقل قسم من اللاجئين للعيش تحت كنف زعيم الهيئة أبي محمد الجولاني بعدما اختار إردغان إفادة وزير داخليته سليمان صويلو إلى سرمدة لإطلاق المشروع ومن خلاصات التقرير ثمت عقبات ومشاكل كثيرة يتجاهلها الجانب التركي لعل أبرزها عدم وجود بيئة آمنة لهذه العودة لسبب الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الفصائل وعدم مقدرة تركيا حتى الآن على بلورة مشروع واضح بظل رغبتها في توحيد مناطق سيطرة الفصائل من جهة ورغبة كل فصيل في الانفراد بالسلطة من جهة أخرى على رغم ميل أنقرة إلى هيئة تحرير الشام التي تمتلك تمويلا ذاتيا يزيح عن كاهل رعيتها أعباء مالية إضافية أستاذ عبد الرحمن الرئيس أردغان قال إن هذه الخطوة إنسانية ولكن أسألك إلى أي مدى تبدو الحسابات السياسية وتحديدا فيما يخص الانتخابات الرئاسية حاضرة وبقوة في هذا القرار التركي الآن الحقيقة أعتقد على أن يجب أن نعود إلى أصل الفكرة تركيا تنفذ أجندات غربية تقوم بها في إطار مشروع الذي انطلق في عام 2011 يعني مشروع التكسيم أو حداث الاضطرابات في العالم العربي ما تقوم به تركيا قد يصب في مصلحة أو تنفيذ أجندات معينة أو ذات أبعاد معينة تخدم المشروع الكبير الذي لا يلتفت إليه القادة العرب ولا المحللين والسياسيين ولا يلتفت إليه أحد الآن وهو مشروع التكسيم أو يعاد التكسيم الخارطة للوطن العربي على أسس طائفية وثقافية وعقائدية هذا المشروع الذي تقوم به تركيا قد يخدمها سياسيا آنيا ولكنه له أبعاد بعيدة تتصب في عادة التوازن الديمغرافي والتوازن الجيوسياسي في المنطقة بشكل خاص تمهيدا لما يكن يسمى أو لما أطلق في بداية القرن وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يريد أن يوطن أو يشرع وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط ويعيد تكسيم الخارطة على أسس طائفية وثقافية وعلى أسس دينية وعرقية ختم جولتنا من تونس مع مقال لمنير رزقي بعنوان حل بعض الأحزاب أمر وارد ومتوقع أقول الكاتبة اللافت في كلمة الرئيس قيس سعيد هو مقاله بأن العيد لي عود بما مضى بل لأمر فيه تجديد وإذا ربطنا هذا القول باللاقات التي رفعها بشأن الحوار مع الأحزاب التي وسمها بالكثير من عبارات التخوين والعمالة وغياب المسلقية فإننا يمكن أن نقول أن الأخبار المنتظرة قد تتعلق بمصير بعض الأحزاب يمكن القول أن الرئيس يريد أن يمضي في المسار القضائي إلى منتهاه في هذه القضايا وبسرعة اللازمة والأكيد أن رئيس الجمهورية قد ضاق ذرعا ببطء الزمن القضائي خاصة في شأن مصير ما يمكن أن يترتب عن تقارير وأحكام محكمة المحاسبات لكن هنا تمت أمر تنبغي اليقظة بشأنه وهو أن مسارات حل الأحزاب تأخذ وقتا طويلا وينبغي الانتباه إلى عدم تسرع أو مخالفة أي إجراء قانوني بهذا الشأن حتى لا تكون النتائج عكسية أسألك أستاذ عبد الرحمن عن هذه القرارات التي يتخذها الرئيس قويس سعيد هذا المخاض الدستوري إذا صح وصفه الذي تعيشه تونس اليوم الحديث عن حل أحزاب والتخوف من نتائج عكسية كيف تراقبون الوضع وما المتوقع حسب تقديري شخصي طبيعة الحال على أن تونس كانت من الدول التي سارعت إلى الحداثة في مراحل متقدمة من حياتها ثم الآن يحدث صراع ما بين الجانب التقديدي والجانب المعاصر والوحداثي الآن في اعتقادي على أن قيس بن سعيدي حاول على أن يحدث قدرا من التحديث في البناءات العامة للدولة التونسية الحديثة وبما يتسق مع المستويات الحضارية الحديثة خطوات قيس بن سعيد تعيقها بعض الإفرازات التي حدثت في تونس ومكنت من القوى التقديدية من السيطرة على مقالد الأمور هو يحاول أن يتخلص من هذه القيود التي فرضت عليه أو فرضتها الظروف التي حدثت في تونس خلال العشر السنوات الماضية هو يحاول على أن يعيد ترتيب هذا النسق ويعيد بناء الدولة التونسية على أسس حديثة ومدنية وقادرة على التفاعل مع المستويات الحضارية الجديدة أعتقد على أنه يخطو خطوات في هذا الاتجاه وأنا شخصيا كمتابع لمثل ما يجري في تونس أعتسب على أن هناك نواية طيبة لبناء الدولة التونسية الحديثة لدى الرئيس التونسي حسب اعتقادي وحسب ما أراه ظاهرا لي بعد أن نذهب إلى فقرتنا الآن إلى الحدث هذا اليوم مع استمرار خروقات التحالف السعودي للهدنة الأممية تتعزز الأسئلة حول قدرة الهدنة على الاستمرار حتى نهايتها مع نهاية أيار مايو الحالي والأهم هو بعد مهلة انتهاء هذه الهدنة في اليمن هل ستعود الأمور إلى المربع الأول لجهة الاشتباك المسلح أم سنشهد تمديدا للهدنة أم إن التسوية باتت خيارا لا مفر منه أمام الجميع ووظيفة الهدنة المعلنة تمهيد الأجواء لذلك رغم الخروقات الموضعية ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم ننتقل مباشرة إلى صنعاء مع جولة على أبرز عنوين الصحف اليمنية مع مدير مكتبنا هناك أحمد عبد الرحمن أحمد صباح الخير وتفضل صباح الخير ماي أهلا بك وبالمشاهدين الكرام والبداية من صحيفة الثورة ونقرأ من عنوينها تحالف العدواني يخرق الهدنة الإنسانية للمرة الثانية ويشن غارة مباغتة على مدينة حراط رئيس الوفد الوطني التمادي في الأعمال العدوانية يقوض الهدنة الإنسانية العسكرية ومن موقع الخبر اليمني نقرأ لكم انتصار إماراتي على السعودية بالاستحواذ على الاتصالات في الجنوب ومن صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر اخترنا لكم واسم هل أنت مع إنهاء العدواني والحصار يتصدر تويتر مقال اليوم اخترناه من صحيفة الثورة لزيد الشريف بعنوان مصير الهدنة يقول الكاتب الممكن الذي من خلاله سيتحقق السلام في اليمن هو الجدية والمصداقية والمواقف العملية الإنسانية وهذا يتطلب توجها صادقا من قبل دول تحالف العدواني ومرتزقتها وكذلك يتطلب دورا إيجابيا من الأمم المتحدة بما يدفع بالهدنة إلى الأمام ولكن للأسف الشديد فإن ما يلمسه الشعب اليمني هو التسويف والمماطلة من قبل دول العدوان التي لا تزال تصر على حصار الشعب اليمني من خلال إغلاق مطار صنعا ومن خلال استمرارها في احتجاز السفن اليمنية وتلكئها في ملف الأسرى رغم أن فيه مصلحتها خصوصا أن هناك استجابة كاملة واستعدادا كبيرا من قبل القيادة في صنعها ويضيف الكاتب الشهر الأول من عمر الهدنة انتهى من دون تحقيق نتائج إيجابية عملية ملموسة ومعلوم للجميع أن دول تحالف العدواني تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه عرقلة الهدنة نعم عبد الرحمن إذن هذه الجولة التي أطلعتنا عليها على بعض ما جاء في المواقع والصحف اليمنية ومنها أسألك عن مصير الهدنة الإنسانية بعد دخولها الشهر الثاني والأخير مقارنة هذا هو سؤال الساعة اليوم مايا هنا في اليمن الإحصائية الرسمية اليوم تتحدث عن خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستين خرقا لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الشهر الأول من هذه الهدنة هذه الخروق وهذا العدد والكم الكبير من هذه الخروق وفقا للمصدر العسكري الذي نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبا في صنعاء وهذه الخروق شملت عمليات هجومية ومحاولات تسلل وغارات جوية وعمليات تحليق بالطيران الحربي والأباتشي والتجسسي واستهدافة صاروقية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة كما قال المصدر العسكري هذا العدد وهذا الكم من الخروق يعني بوضوح عدم التزام التحالف السعودي وفصائله بموجبات وبنود هذه الهدنة المغتالة منذ لحظتها الأولى ومن خلال هذه الخروق تتكشف حقيقة هذه الهدنة وحقيقة تحالف الحرب التحالف السعودي الذي لا يؤمن بالسلام ولا يلتزم بالاتفاقات ولا بالهدن وبالتالي مصير هذه الهدنة مرتبط ارتباطا كاملا بمدى عودة تحالف الحرب إلى الالتزام ببنود هذه الهدنة وفتح مطار صلعاء أمام الرحلات المدنية وكذا السماح بدخول سفن المشتقات النفطية بشكل متواصل مع وقف الخروق المتصاعدة يوما عن آخر والمستمرة ميدانيا ما لم فإن مصير هذه الهدنة لن يختلف عن مصير سابقاتها من الهدن خلال السنوات السبع الماضية وجميع تلك الهدن قالت إلى الفشل أشكرك زميل أحمد عبد الرحمن مدير مكتب المهيدين كنت معنا من صنعاء ضيفنا العزيز عبد الرحمن مراد وأنت معنا أيضا من صنعاء إذن زميل أحمد وصف الهدنة بأنها مغتالة منذ اللحظات الأولى نتحدث عن أكثر من خمسة ألاف وثلاثمائة خرق لهذه الهدنة من قبل التحالف العدوان التحالف السعودي كيف يمكن أن نقيم الشهر الأول من هذه الهدنة حقيقة الأمر الهدنة التي أعلنت في السعودية كانت عبارة عن عادة أعتقد في وفق ما أقرأه أنا كقاري شخصي طبعا كانت عادة ترتيب أوراقها في الملف اليمني ويعادة تموضعها بشكل أو بآخر لم تكن جادة في المملكة العربية السعودية وهي تعلن هذه الهدنة لبدواعي إنسانية كما قالت ولكنها كانت تضمر في دواخل نفسها على أنها تريد على أن تعيد تموضع نفسها في اليمن ولذلك حالة التموضعات الجديدة أو حالة الحالة الجديدة التي أفرزتها وإنتاجها لقيادة مجلس جديد لقيادة المعركة التي في الأراضي اليمنية أعتقد كانت أحدثت قدر من التنافر أيضا لدى أتباعها في الميادين القتال ولذلك تغيرت وتبدلت بعض المصالح وبالضرورة كانت هناك لابد أن تحدث مثل هذه الانتهاكات فضلا على أن المملكة العربية السعودية لم تكن جادة بدليل على أنها كانت ترسل طائراتها ولم توفي بتعهداتها لم يفتح المطار ولم يسمح للسفن بالرسوب في ميناء الحديدة إضافة إلى ذلك هناك أيضا غارة حدثت في مدينة حرض يوم أمس وإضافة وطائرة تجسس طبعا ضم إسقاطها أيضا في أجواء اليمن هذه الدلائل والمؤشرات تقول على أن المملكة العربية السعودية تحاول على أن تخفف على نفسها كانت الضغط الذي كانت صنعا قد أحدثته أنت لقى من كل هذه المعطيات أستاذ عبد الرحمن أسألك عن قدرة هذه الهدنة على الاستمرار حتى الموعد المحدد لها وهو في آخر شهر أيار مايو الحال أعتقد بعد حادثة أمس والغارة الجوية التي قامت بها المملكة العربية السعودية وإرسالها لبعض الطوائر التجسس أعتقد على أن الهدنة أصبحت على شفاء جرف نهار لا أعتقد على أنها ستستمر كثيرا هذه الهدنة طالما وسب المملكة العربية السعودية أيضا لم تفي بكل أبعاد هذه الهدنة وكل التزاماتها وتعاخداتها ولذلك ستكون صنعا مضطرة في التعامل معا مثل هذه المعطيات والمؤشرات والرموز التي ترسلها الرياض ستتفاعل معها بشكل إيجابي وبما يخدم مصالحها أعتقد على أن صنعا أصبحت الآن على جابة قوسين أو أدنى من الرد على كل الانتهاكات التي تحدث فقد طال صبرها على مثل هذه الانتهاكات ولا أعتقد على أن صبرها سيطول كثيرا إذن برأيك بأن الهدنة لن تستمر حتى نهاية موعدها وبطبيعة الحال من المستحيل تجديدها إذا أصلا لم تستمر هل ذلك يعني بأننا سنعود إلى المربع الأول لجهة الاشتباك المسلح؟ أعتقد ذلك لأن المملكة العربية السعودية لديها هاجس معين وهي فرض أجنداتها وسيطرة على مقالد الأمور في اليمن برمته وهي بخلال ترتيباتها التي حاولت على أن تحدثها في الفترة الأخيرة الأخيرة وتحاول على أن تجدد من أدواتها وتبعث الروح الجديدة في بعض الأدوات وشكلت مجلس أيضا من أمرأ الحرب الذين لهم تواجد على الساحة تحاول على أن أو في بالها على أن مثل هذه الأدوات التي استخدمتها في هذه المعركة ستكون قادرة على أن تغير مسار المعركة في الميدان لكن في حقيقة الأمر أعتقد على أن كل المؤشرات والدلائل تقول على أن المملكة العربية السعودية تخطئ كثيرا في حسابتها وإلا لما طالت مدة العدوان لكل هذه السنوات هي كانت تظن في بداية العدوان على أن الحرب لن تستمر في اليمن سوى أسبوع أو أسبوعين بالكثير لكن المعركة طالت على مدى سبعة أعوام وليف وهي في ظني على أنها قابلة للاستمرار وفي هذه السنوات كلها تغيرت المعادلة أصبحت صنعة الآن أكثر قدرة وأكثر سيطرة على مجالج الأمور وأكثر تحديا أيضا هي تصل الآن إلى أطراف المملكة العربية السعودية وإلى أوساطها وإلى أطرافها الشمالية لديها القدرة الكاملة على أن تتعامل مع هذه المعركة بقدرات جديدة وقدرات عالية المعركة لم تعد في مصالح المملكة العربية السعودية ومن الغباء أن تستمر المملكة العربية السعودية في حصارها لليمن وفي عدوانها على اليمن لأن مثل ذلك لن يخدمها ولن يخدم مصالحها في المستقبل أمام هذه القدرة التي باتت صنعات تتمتع بها وتتحدث عنها أستاذ عبد الرحمن إلى أي مدى خيارات السعودية باتت محدودة فعلا وبات ربما لا يوجد مفر من التسوية ولكن بصياغة أنت تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع ربما تظهر السعودية إلى حد ما بوجه خاسر ولكن ليس بوجه يعني يعني يحفظ ماء الوجه إذا صح التعبير التسوية تحفظ ماء وجه السعودية أعتقد على أن يجب أن ننظر إلى شيء مهم في هذه المرحلة التطورات التي تحدث الآن في أوكرانيا وانصراف أمريكا أيضا عن التفاعل مع المملكة العربية السعودية وهناك أيضا بعض المؤشرات التي خرجت من المملكة العربية السعودية تقول على أن أمريكا أصبحت لا تتعامل معها وسحبت أيضا منظومة الباتريود من المملكة العربية السعودية وربما كانت لدى أمريكا أجندات جديدة هناك بعض التصريحات خرجت من المقربين من القصر الملكي في المملكة العربية السعودية تقول على أن أمريكا خذلتها في التهديدات الأمنية التي تجدها وتجدها المملكة العربية السعودية من اليمن وتجدها ولذلك الآن كل المؤشرات تصب في مصلحة اليمن خاصا والتفاعلات الدولية الكثيرة التي تحدث الآن تقول على أن المملكة العربية السعودية إذا لم تذهب إلى تسوية سياسية مع الصنعة فهي الخاسر الوحيد في المنظور القريب صنعة ستكون منتصرة وستكون قادرة على التفاعل ولم يعد لديها ما تخسره نذهب الآن لخسرت الكثير مدة العدوان أما تفضل أكمل الفكرة لو سمحت ما يحدث الآن في كوروانيا بالضرورة سيلقى بظلاله على المملكة العربية السعودية وسيلقى بظلاله على المنطقة سواء في البعد السياسي أو في البعد العسكري أو في البعد الاقتصادي نحن في اليمن عانينا كثيرا وحوصنا كثيرا ولدينا تجارب مع الحياة وقادرين على أن نتكيف مع كل الأوضاع التي ستفرضها مثل هذه التداعيات التي تحدث في المجتمع الدولي بشكل عام المملكة العربية السعودية ستخوض هذه التجربة وهي في حالة جدة لم تعتاد عليها وليس لدها القدرة على تفاعل شعبها مع كل المستجدات التي ستحدث سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي نذهب الآن إلى جديد اليوم يتواجه الناخبون في بريطانيا إلى صندوق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية التي ستكشف حجم التأييد الشعبي للأحزاب الرئيسة ولا سيما حزب المحافظين الحاكم بعدما أضعفته فضائح وحفلات داونينج ستريت ورغم أن المجالس البلدية تعنى بالنظافة والتخطيط العمراني وغيرها إلا أن الأبعاد السياسية للانتخابات تتخطى هذه الخدمات فالناخب البريطاني سيحدد بوصلته السياسية وفق أداء الأحزاب في هذه المجالات فاصل قصير ونعود اتقوا معنا من جديد أهلاً ومرحباً بكم نذهب في جولة على الميادين نت نبدأها من موقعنا بالعربية حيث تتابعون آخر تطورات في المنطقة والعالم البداية مع الجزء الأول من ستسلة لعبد الخالق فاروق بعنوان محددات موقف الهند وقيوده تجاه الأزمة الأوكرانية ومن الثقافة نقرأ هذا الخبر اليابان مقهى كتابة المخطوطات لمنع المماطلة في العمل ومن الرياضة نقرأ أيضاً يا كاتب التاريخ ريال مادريد ريمون تادا على منشستر سيتي إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم ماذا اخترنا لكم من الميادين إنجليش؟ هذا التحقيق للكاتب سامير مصطفى يسأل فيه هل يدعم الغربيون منظمة الخوض البيض الأوكرانية الجديدة؟ ومن إنفوغراف الميادين نتابع ستتاح الفرصة للمغتربين اللبنانيين للتصويق في الانتخابات النيابية المقبلة قبل إجراء الانتخابات المحلية في البلاد إليك ما تحتاج إلى معرفته ومن صفحة بالصور نشاهد موجة تأحر لا سابق لها تضرب باكستان والهند هذا ما جاء في الميادين إنجليش أما الآن نذهب سوياً إلى الميادين إسبانول نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم البداية مع هذا الخبر ذنزولا تعلن تشكيل ثمانة عشرة لجنة صداقة نيابية لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة الأخرى وتعزيز التضامن الدولي وفي خبر آخر نقرأ تحتفل نيكاراكوا بيوم الكرامة الوطنية تكريماً لجنرال الرجال الأحرار أغسطو سيزار سندينو ومنه دراس نقرأ للمرة الأولى في عهد الرئيسة اليسارية سيومارا كاسترو وزير الخارجية يرد على السفيرة الأمريكية أما الختام فكما جرت العادة مع كاريكاتور الفنان خرخي بعنوان ملاحقة الأفكار والأراء آخر ابتكارات السيد مايوركا في الولايات المتحدة وفيه يقول له العمسام فكرتك سيد مايوركا بملاحقة الأفكار فكرتك بملاحقة الأفكار هي فكرة ممتازة وإذا قومتك واحدة منها فأطلق عليها النار الآن يصحبنا الزميل حسن عطي في جولة على باقة من الفيديوهات والمواضيع التي انتشرت على مواقع التواصل الشمعي مرحبا حسن وتفضل صباح الخير مايا لكي ولي جميع المشاهدين طبعا البداية من المسجد الأقصى بحيث انتشر مجموعة من التغريدات الآلاف منها بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لباحة المسجد بمساندة من قوات الاحتلال مجموعة من الفيديوهات انتشرت في تويتر لهذا الاعتداء ومجموعة كبيرة منها ايضا الفلسطينيون يحتمون داخل المسجد الأقصى لكنهم لم يسلموا من اعتداء قوات الاحتلال التي تعتدي عليهم وهذا منتشر بشكل واسع في وسائل التواصل ليكون المسجد الأقصى من بين التريندز في تويتر طبعا الصور والفيديوهات تظهر الحالة التي يعيشها الفلسطينيون والتي يعيشونها منذ صباح اليوم إذن ننتقل إلى الولايات المتحدة والحديث عن الإجهاد وهو أمر خلق خلاف ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في وسائل التواصل طبعا هاشتاغ من اليمين وهاشتاغ من اليسار وكل طبعا هناك حالة من الحرب في وسائل التواصل ما بين الذين يقفون في وجه الإجهاد والذين يقفون مع الإجهاد طبعا الجمهوريين من منطلق ديني وإديولوجي يقفون مع الإجهاد وأطلقوا هاشتاغ أبورشن إز نوت هيلث كير في المقابل الديمقراطيين أطلقوا هاشتاغ أبورشن إز هيلث كير كثيرا التفاعل كبير في وسائل التواصل حول هذا الموضوع ومباشرة هناك استثمار سياسي خصوصا مع اقتراب مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل جو بايدن يقول انتخبوا الذين يضمنون لكم حقوقكم طبعا هذا الموضوع أثير بعد تسريب صحيفة بوليتيكو لخبر بأن المحكمة ستتراجع عن قرار الذي يسمح بالإجهاد الذي اتخذ فيه العام 1973 إذن ننتقل بعد ذلك إلى كرة القدم وإلى دور الأبطال وإلى ريال مدريد الذي مئات ألاف التغريدات في العالم حول هذه المباراة وحول هذه الرمونتادة التاريخية مجموعة كبيرة من التغريدات جمهور ريال مدريد سواء في العالم العربي أو في العالم كان فرحا بهذا التأهل طبعا لا يمكن إحصاء أو جمع هذه التغريدات دائما ما نعرض لسانت سيلوني المصمم العالمي هنا طبعا في إشارة إلى كارلو أنشيلوتي ننتقل إلى المصمم العربي العالمي عمر مأموني الذي نشر هذا التصميم ومن بعدها ريال مدريد هو مغنطيس دوري أبطال أوروبا طبعا مجموعة كبيرة من التغريدات ميسي بحسب ما نقله أغويرو قال بعد تسجيل هدف الثالث أن هذه مصحة ولا يمكن لذلك أن يحدث طبعا أيضا موضوع لعنة يا ياتوري لأن يا ياتوري يقول بأن الأفارقة وضعوا لعنة على مدرب منشستر سيتي بابي جوارديولا ولن يفوز بدور الأفطال بعد اليوم هذا الموضوع أثير في وسائل التواصل مجموعة كبيرة من التغريدات حول هذا الموضوع كما يظهر في الصورة ومحمد صلاح يقول لدينا حساب لتسويته لأن قصم الريال في النهائي الذي سيلعب في باريس سيكون ليفربول هذه التغريدة لفيا ريال التي بارك فيها لليفربول تأهل لاقت تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل والمغردون في وسائل التواصل والمتفاعلون مع هذا المنشور مدحوا فيا ريال كثيرا لأنهم اعتبروها بأنها حركة فيها الكثير من الروح الرياضية هذا كل شيء لليوم أشكرك زميل حسن عطي محرر في الميادين دائما حسن يحب كثيرا الرياضة ويعطيها حصة الأسد من هذه الجولة شكرا لك زميل حسن أستاذ عبد الرحمن مراد أنت دائما معنا ربما أشار زميل حسن إلى هذا الكباش فيما يخص الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا فيما يخص موضوع الإجهاد هذا كباش موسمي يعني يظهر على الساحة كلما كان هناك انتخابات معينة شد عصب لأحد جمهور أو للجماهير الحزبية بطبيعة الحال ويات المتحدة تتحضر اليوم للانتخابات النصفية وحتى تصب الاهتمام أيضا فيما يخص انتخابات 2024 وهناك حديث عن عودة لترامب وبقوة أسألك موضوع عودة ترامب إلى السلطة في أمريكا يقلق الكثيرين في الداخل الأمريكي وحتى في خارجه أي تداعيات لمجرد احتمال هذا الأمر أعتقد على أن ترامب كان أكثر رؤساء الأمريكا صراحة وكشفا لمجمل الحقائق التي كانت تلتبس على الشعوب العالم وربما كانت الأنظمة الرأسمالية أو النظام الرأسمالي الذي تقودها أمريكا هي تعتبد على فكرة التضليل وتزييف الحقائق ترامب كان أكثر صراحة وأكثر جرؤة في كشف الكثير من السياسات وملابساتها وفي كشف الكثير من الخفايا التي كانت تسترها أمريكا خلف عنوين كبيرة خلف عنوين الديمقراطية خلف عنوين حقوق الإنسان خلف عنوين إنسانية كبرى لكن عودة ترامب في هذه المرحلة ربما سيكون ضرره أكثر على النظام الرأسمالي أكثر من أي أوقف أكثر من أي ضرر على المجتمعات الأخرى أعتقد على أن حتى في علاقة أمريكا مع روسيا ترامب صرح في أكثر من اتجاه وفي أكثر من موقف بحقيقة هذا الصراع وبرغبة أمريكا على السيطرة وعلى فرض الهيمنة وفرض نائية الخضوع والهيمنة على الاتحاد السفوتي من خلال أوكرانيا ترامب قال هذا الكلام في فترة رئاسته وقرأ أكثر صراحة من أي نظام آخر عودة ترامب هي عودة محتملة ربما شهد المجتمع الأمريكي ازدهارا في زمنه وربما أحدث شرخا في جدار النظام العالمي من خلال صراحته وتفاعله مع كثير من الأحداث بشفافية مطلقة أشكرك الأستاذ عبد الرحمن مراد كاتب ومحل السياسي كنت معنا من صنعاء أشكر لكم مشاهدين على المتابعة بالحبر الجديد انتهى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر